مديرة المسراخ مربع تابع لللوى 35 ما يحقش لأي من كان أزمة بين قيادة الجيش في تعز ظهرت تداعياتها في مقاطع مصورة وحملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوان هذه الأزمة هما قائد اللوى 35 عدنان الحمادي وقيادة المحور ممثلة باللوى خالد فاضل مورس علينا اتصال مورس علينا لا محصر على أي دعم أخرج اللوى الحمادي الخلافة من الدوائر العسكرية إلى العلن وخرج مخاطبا الجماهير أنه يتعرض لظلم وإقصاء من قبل قيادة المحور تحدث الرجل عن إشكالات إدارية وقيام قيادة المحور بتسليم مناطق عسكرية في منطقة المسراخ لللوى الرابع مشاه جبلي بعد أن كانت تابعة لللوى 35 مدرع بحسب الحمادي خروج الخلافات العسكرية من إطارها القانونية والتراتبية العسكرية وعدم تدخل هيئة الأركان أو نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر يلقي الكثير من الأسئلة حول وجود قيادة عليا للجيش يحتكم إليها وفق القوانين والتقاليد العسكرية مخاطر نشوب صراع مسلح بين الألوية العسكرية قد يعني إشعال فتيل لا يمكن إطفاؤه وهو ما جعل السلطة المحلية تقوم بتشكيل لينة برئاسة الوكيل عبد القوي المخلافي وبقية وكلاء المحافظة بهدف حل الخلاف القائم اللجنة التقت باللواء الحمادي وقيادة المحور وينتظر أن تعلن عن نتائج هذه الجهود الرئيس هادي وقيادة الأركان يبدو معزولين عما يحصل في تعز وهو ما يجعل العبارة التي قالها القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء المقدشي بأن تعز قطاع منفصل حقيقة أثبتت الأيام أنها لم تأتي من فراغ إذ لا جهود لإحتواء أزمة يفترض أنها داخلية في الوقت الذي تركت فيه المدينة للتجادبات الحزبية وتحكم أصحاب النفوذ المحافظ أمين محمود لا يزال خارج المدينة المشتعلة منذ أسابيع ومصادر تفيد بأنه معتكف دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء تركه للمحافظة ماذا تفعل ألوية الجيش داخل المدينة وريفها سؤال طالما كرره أبناء تعز مناشدين الجيش أن يتحرك إلى جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي بدل الصراع على مربعات المناطق المحررة التساؤل ذاته طرحه المتحدث باسم الشرطاء النقيب أسام الشرعبي على صفحته وناشد قوات الجيش أن يتركوا مهام تأمين المدينة وأريافها للأجهزة الأمنية وأن يتفرغوا للعمليات العسكرية ضد الحوثي الخصم الذي لم يعد على سلم الأولويات مراقبون محليون يقولون أن هذه التوترات سببها محاولة تدخل الإمارات بين الأطراف التعزية ودعمها لبعض الفصائل في الجيش من أجل أجندات إقليمية باتت واضحة ويبقى السؤال لماذا يسمح الرئيس هادي ونائبه بكل هذه الصراعات رغم أنه قادر على تعزيز حضور الدولة ومنع حدوث هذه الإختلالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر